ثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عملية فرز أصوات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وخلال مؤتمر صحفي عقده بغرفة عمليات الهيئة الوطنية أضاف بنداري أن عمليات الفرز بدأت عقب أغلاق الصناديق حسب توقيت كل دولة وذلك بعد انتهاء التصويت في اليوم الثالث والأخير وتعد نيوزلندا أول دولة بدأ فيها الفرز باعتبارها أيضا أول دولة تم التصويت فيها خلال اليوم الأول المحدد للانتخابات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة وبدأت عملية فرز أصوات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 في عدد من اللجان الفرعية في 121 دولة حول العالم وذلك عقب انتهاء اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت التي تمت على مدار أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر وشددت الهيئة الوطنية الانتخابات على أن أعلان النتائج من اختصاصها فور انتهاء فرز أصوات الداخل تستضيف مصر فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية معرض إدكس 2023 والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة عالمية بمركز مصر المؤتمرات والمعارض الدولية هذا ويعد معرض إدكس 2023 الحائز على جوائز هو الحدث الدفاعي والأمني الوحيد الذي يغطي أفريقيا والشرق الأوسط وفرصة جيدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية ويشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم ويضم 22 جناحا دوليا مما يوفر ذلك فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة عبر الأرض والبحر والجو أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني عزم الوزارة على مواصلة جهودها للوصول بالمشروعات الثقافية لأبعد نقطة في مصر لافتة إلى أن مثل هذه المشروعات الثقافية تمثل تتويجا لسلسلة من جهود الدولة لبناء الإنسان بالتوازي مع المشروعات التنموية والإتثمارية العملاقة التي شهدتها مصر خلال العقد الراهن وفي ظل قيادة حكيمة آمنت بقيمة الثقافة في بناء الوعي كأساس لبناء الجمهورية الجديدة جاء ذلك على هامش افتتاح حوزيرة الثقافة وطرق الفقي محافظ سهاج اليوم الأحد مشروع كشك كتابك بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاة بمحافظة سهاج وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين ودارة الثقافة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إسرائيل إلى احترام القانون الدولي وقال إنه يعجل بالتحقيقات في أعمال العنفة التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وأضاف خان بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى إسرائيل وإلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في غزة أنه لا يوجد مبر لأن يجرى أو يجري الأطباء عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو لإجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تغدير مشينا إلى مدى الألم الذي يعني منه أهل غزة أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية وفع أن قوات الاحتلال أطلقت صاروخا من قبل طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جبالية شمال قطاع غزة وعننت الوكالة استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء مشيرة إلى سقوط أربعة شهداء وتسعة جرحة على الأقل إلى جانب حالة من الضعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه حيث يتواجد أكثر من عشرة ألاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان قال مسؤولون الأوكرانيون إن قصفا روسيا جديدا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم رجل وامرأة وأفاد الرئيس الأوكراني فلودامير زيلنسكي بوقع معارك دارية في عشرات المواقع على خط مواجهة وأضاف زيلنسكي أن مدينة خيرسون تتعرض القصف على نحو متكرر من الضفة الشرقية وأضاف أن القصف الوحشي إنهمر كالمطر على المباني والشوارع والمستشفيات قدم تعزيه إلى أسر القتلى مشيرا إلى أن منطقة خيرسون وحدها تعرضت إلى عشرين حادث قصف في يوم واحد ورياضيا حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا على حساب فولهام بنتيجة أربعة ثلاثة في لقاء أقيم على ملعب أنفلد ضمن حسابات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزية بتلك النتيجة أصبح رسيد ليفربول 31 نقطة في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر وذلك بعد تعادل منشستر سيتي أمام توتنهام بنتيجة ثلاثة ثلاثة في المقابل توقف رسيد فريق بولهام عند خمسة عشر نقطة في المركز الرابع عشر ليتلقى الفريق اللندني الهزيمة السابعة خلال هذا الموسم ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحظاكم الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا ماصر